النقطة الاولى في تغيير الوطن تغيير تغيير للاحسن والانطلاق ليست ابدا باي حال هي الاتفاق مع العسكر بل اعادة الاعتبار للبلد وللناس وللعسكرية المصرية جيش وشرطة كل المؤسسات اعادة الاعتبار بإيث انه تصبح هذه المؤسسات مؤسسات للدولة وليست للنظام احنا نتفق عن النظام خلاص عاوزين نعمة دراتي مبادرة مثلا ونقول يا جماعة الخير كل الناس تيجي تقعد نمر واحد العسكر وغيرهم لا يمارس العمل السياسي على الاطلاق والعمل الاقتصادي الذي يمارس هو عمل اقتصادي حربي عسكري يعني تصنع مواتير مش عارف طيارات تعمل اطارات معرفش بتاعة نفاثات تعمل لي والله دبابات تعمل لي عربة مصفحة منصات اطلاق صواريخ صواريخ تقول لده اقتصاب اشتغل فيه وانت جواب دع فيه واشتعل في اللقاحات والفاكسين والحرب الكيموية اللي تمنها عالي او في العالم واللي بتساعد التطور في الطب اشتغل في ده اشتغل في في توظيف التكنولوجيا لحياة الانسان اللي فيها رفاهية مش لما تيجي تحفر الترعة تشتري وانش ولا حفار بمليار وروس يعني تعجر حتى يعني جيب كل الاوناش اللي في العالم عشان تايه? وتدفع كل الكاش اللي عندك عشان تجيب حفار ما انت عملت ايه? ما هو المنتج? انت بقيت مقاول ما عملتش حاجة. فيبقى نمرة واحد نفرق بين مؤسسات الدولة الشرطة الجيش المخابرات الصحة التعليم مؤسسات الدولة. يجي الاخوان ما يلمسوش فيها شعرة. يجوا العسكر يجي واحد مهندس آآ زراعي وفدي آآ آآ لبرالي علماني آآ شيوعي. ما يلمسش في المؤسسات بمعنى طريقة عملها. يجيش على مؤسس تعليم ولا بص احنا عسكر ما تدخلش حد من اقل بتقول الاسلامين بقول ايه ده? لا اديبش لواسات دولة دي عصابة بالدير الدولة. يعني المؤسسة الدعليم يا حق التعليم لكل مواطن حسب. الدستور. ده حق مطلق ومشروع. فتيجي التحرك تقول لي انا مش هدخل بقى انها جماعة مسيحيين عندنا. ولا هدخل ان انا مسيحيين مسلا في كلية الحربية. لا. لانها مش مؤسساتك انت. هي مؤسسات الوطن كله. يبقى المعيار فيها مش معيار شخصي حضرتك وتقول كاتب عواليه كده? هنخطين وتقول لي امن قومي امن قومي امن قومي. تمنع واحد مسيحي يخش الحربية امن قومي. تمنع واحد ملتحي يخش وزارة الصحة امن قومي. لا ده حضرتك انت اللي بتخترع الحاجات دي. لتبقي السيطرة. وتخلي الكنيسة دايما جيالك ها. عاوزين بقى واحد من عندنا يبقى محافظ بقى. واحد يخش بقى يبقى لوة ولا حاجة كده مش معا. واحد يبقى رئيس جامعة كده. ويقعد تزلل لك كما لو كان الوطن ملك للعسكر.